في تغطيات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة طبعا من منصة الملاك وينضم بجانبي الآن مالك الإبل المعروف حمد بن عوضة باللبدان أبو ثاعي صباحك الله بالخير تفضل هنا حياك الله حمد اليوم شوط ناري كيف شفت دخول المجاهيم هالسنة بداية كانت بكم بدايتكم ولعتوها من بدري والله دخول مميز اليوم والحمد لله عنا نبيها مشاعر لله دائم ما نبيها تطفى دخول 11 فردية وش يعني دخول 11 فردية معناته استعراض قوة واللي ما يستعرض قوتها في الميدان هذا لا يجي طيب يعني هذي جاهزة للنخبة نعم جاهزة وغيرها بجاهز كل نجاهز مشتريات كبيرة خلال طلعت من النسخة الماضية ظاهر انك غيرت المنقي أبو والله هو أجبح نغير ما اللي بيجي على النمط الأول ما يرح ديره واذا ما غيرت ما ما وصلت للي تبيه اليوم المراحل التطويرية اللي يمر فيها مهرجان الملك عبدالعزيز للبل بقيادة شيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس النادي كيف تشوف هذه القرارات؟ والله اتمسناها وشوفنا شي سراحة يبهج الخاطر والحمد لله وعد احنا نبيه أكثر الشيخ فهد معودنا على أنه يطور كل سنة تجديد اللي في صاير في المنقية حمد بن لبدان وش ناوي عليه؟ والله ناوي على المقال هوايتين يا أقوم فيها وأعتني فيها هذه هواية والعادة هم تخلصه منه والحم تخلصين منه يعني هذي رد اعتبار؟ والله طلعمر ما في شيء سار عشان أرد اعتبار أنا جاي مشارك والحمد لله رب العالمي اللي بيجي ولا هم يثبتوا وجوده لا يجي يعني هذي رد ثار لنقبة النقبة السنة الفاتت؟ والله طلعمر نقبة النقبة إذا بغيناها ما راحت يعني من تهي سنة؟ من تهي من أمس من هم من اليوم الله يعطيك العافية حمد شكرا لك